موجز لأهم الأنباء أعلن المبعوث الأممي هانس جروندبرغ عن مباحثات في الأيام المقبلة بين أطراف الصراع في اليمن حول بنود خارطة الطريق للوصول إلى توافق بشأن أليات التنفيذ والبناء على الالتزامات من أجل استئناف العملية السياسية وقر في تصريحات صحفية بوجود تعقيدات شديدة أمام بدء مفاوضات سياسية شاملة للتوصل إلى حل المستدام للنزاع بسبب انخفاض مستوى الثقة بين الأطراف مؤكدا أن الحل يمكن في استدامة الحوار كوسيلة لبناء الثقة وحل الخلافات وحراز التقدم وحول القضية الجنوبية شدد جروندبرغ على ضرورة التوافق بشأنها بشكل سلمي يعتمد على الحوار في إطار عملية سياسية تشمل الأصوات الجنوبية على تنوعها من جهتها شددت أكثر من 200 شخصية سياسية وقبلية وأكاديمية وعسكرية على ضرورة حضور متوازن وعادل وند لأبناء المحافظات الشرقية حضر موت والمهرة وشبوة وسقطرة لا يتبع الشمال ولا الجنوب في أي تسوية سياسية وأكد بيان وجهته هذه الشخصيات إلى المبعوث الأممي والسعودية وعمان والمجلس الرئاسي أهمية التمثيل العادي للمحافظات الأربع بما يضمن الشراكة والندية ويتناسب مع مكانتها الاقتصادية وإسهامها في دعم موارد الدولة ووضح البيان أن أي جهود تغفل الشرق اليمني أو تلزمه بالتبعية مرة أخرى لأي شطر أو مركز نفوذ لن تنجح مشيرا إلى أن أبناء إقليم أو الإقليم الشرقي لن يقبلوا إلا بحقوق كاملة غير منقوصة معلنين تأييدهم لجهود أنهاء الأزمة وفق المرجعيات الثلاث في شأن آخر أكد مسؤول دفاع أمريكي أن حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور ومجموعتها الهجومية تتمركز قبال السواحل اليمن بالبحر الأحمر وفق موقع يو إس إن آي نيوز وأوضح أن حاملة الطائرات يصاحبها طراد الصواريخ الموجهة ومدمرات الصواريخ الموجهة فيما تشير صور الأقمار الصناعية التي نشرها موقع يمن منتر أن المجموعة الهجومية متمركزة قبال السواحل الحديدة وتحديدا في المياه الدولية بين اليمن والسعودية وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع حديث مصادر غربية عن مناقشة البيت الأبيض الخيارات العسكرية التي أعدها الجيش لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر مشيرة إلى أن الخيارات تشمل تنفيذ ضربات على أهداف حوثية في اليمن من جهتهم توعد الحوثيون الولايات المتحدة بدفع الثمن بشكل غير مسبوق ردا على إغراقها ثلاثة قوارب صغيرة تابعة للجماعة وقتل عشرة من عناصرها أثناء مهاجمتهم سفينة تجارية في البحر الأحمر لسبوع الماضي وقال القياد الحوثي مهدي المشاط خلال اجتماع للقيادات العسكرية في مدينة الحديدة إن ما وصفها بالجريمة الأمريكية لن تمر دون رد قوي وأشار إلى أن الرد قادم لا محال حال عدم تسليم واشنطن المتورطين في مقتل عناصرها مؤكدا أن أي سفينة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي لن تمر في البحر الأحمر مهما كان ثمن حتى قوله أفرج قراصنة صوماليون عن تسعة من البحار اليمنيين تم اختطافهم آخر شهر ديسمبر الماضي وقال مدير الإعلام في الخوخة يوسف الغليسي في صفحته على فيسبوك أن القراصنة صوماليين أفرجوا عن قارب فتح الخير الصمود وتسعة من البحارة من أبناء مديرية الخوخة بعد مرور قرابة إسبوعين على اختطافهم قرب منطقة رأس حافون بصومال وكان القراصنة قد هاجموا قاربا على متنه 43 بحارا وعلى متنه ترك 34 منهم في الأراضي الصومالية واحتجز تسعة منهم فقط وهم الذين تم الإفراج عنهم اليوم نهاية المجزل اللقاء اشتركوا في القناة